اهلا بحضراتكم مرة تانية عندنا ملفات كثيرة جدا عندنا ملفات طبعا كاس العربة نتكلم على تشامز ليجا نتكلم على الدور الإنجليزي والإيطالي لكن خلينا نعرف يمكن الإسبوع اللي فات كان ردود أفعالك إيه من خلاله أنت بتشاهد طبعا جائزة البالندور لمسم 2021 البالندور بعد إعلانها عن أول عشر لعبين كأوضل عشر لعبين حصلت ردود أفعال مش في مصر بس ولكن في العالم كله الناس تتسائل زي محمد صلاح في المركز السابع ليه رونالدو في المركز السادس اش معنا ميسي خدها زي مشلو فاندوبيسكي خلينا نتكلم في حاجات يعني البالندور لها شروط فيه 173 صحفي بيصوتوا على البالندور على أفضل لعب من كل أنحاء العالم الشروط بتاعت البالندور أولها وهو الفوز بالبطولات القرية أو الفوز بالبطولات مع منتخب بلادك تاني حاجة الفوز بالألقاب الفردية يعني إيه الفوز بالبطولات الدولية وهي أن أنت تاخد أي لقب مع منتخب بلادك أو أي لقب مع فريقك المحلي تاني حاجة الفوز بالألقاب الفردية دي زي أن أنت تطلع حداف تطلع أحسن لعب في بطولة ومختلف الحاجات دي أو تطلع أحسن حارس في بطولة ثلاث حاجة وهو اللعب النظيف رابع حاجة وهي مسيرة اللعب يعني إيه مسيرة اللعب اللعب ما ينفعش يكونوا التهم بالعنصرية قبل كده أو لعب التهم مثلا بنشوف في أوروبا زي مين دي مثلا داخل السجن في حالات تعدي وحاجات زي كده ما ينفعش يكون موجود عشان تحافظ الجيزة على قدوسيتها شوي خلينا نقول محمد صلاح في المركز السابع وده اللي كل جمهورة عايز يعرفه محمد صلاح في المركز السابع وده لأداءه بشكل فردي مع ليفربول وهي ما بتحصلش نادرا لما بتحصل في الجيزة دي وشفناها بس مثلا قبل كده مع ميسي ولكن اللي قبل محمد صلاح واللي بعد محمد صلاح كلهم مغدين يا بطولات دولية يا ألحب فردية بالضبط يعني ببيه في المركز العاشر وياخد دوري الأمم الأوروبية مع منتخب فرنسا دي بروين وياخد دوري الإنجليزي وأحسن لها في إنجلترا مع منشستر سيتي دون الرومة وياخد كاس أمم إيطاليا وأحسن حارس في البطولة كاس أمم أوروبا وأحسن حارس في البطولة مع منتخب إيطاليا اللي بعدين كريستيانو رونالدو وأنا شفت أني أنا من وجهة نظر أني رونالدو ما ينفعش على المستوى الفردي يكون قبل محمد صلاح في المركز السابع محمد صلاح في المركز السابع ولكن حتى رونالدو واخد هداف الدوري الإيطالي وواخد كاس إيطاليا مع منتخب بلده محمد صلاح ما خدش أي لقب فردي بسبب المشاكل الكبيرة اللي كانت فيها لفربول والنواقص الكتيرة زي إصابة فنديج اللي غصرت على الفريق وأليسون اللي غصرت على الفريق محمد صلاح خدها علشان هو العام الرقم واحد في أن اللي فربول يتقاهل لدوري أبطال أوروبا ويظهر بالشكل اللي هو ظهر عليه ده أكيد وطبعا في اعتقادي ويمكن كل الناس بتتكلم على مستوى محمد صلاح مع بداية هذا السيزن وبيأدي بشكل أكثر من رائع هداف الدوري الإنجليز لغاية دلوقتي اعتقادي كمان إن شاء الله مساهمة محمد صلاح مع أولادنا في الوصول لكاس العالم هيبقى محمد صلاح هو المرشح الأقوى حزوزا إن شاء الله للحصول على هذه الجائزة العام إن شاء الله في العام اللي جاي وأعتقد أن صلاح في جائزة زابست اللي هي بقى من الفيفا مش من فرانس فوتبول هتكون هيكل حزوز أكبر بكتير لأن زابست محتمدة يعني في تصويتها على أربع حاجات الحاجات دي 25% الجماهير ونفسي طبعا كل الجماهير المصرية والعربية يصوتوا لمحمد صلاح عن طريق موقع الفيفا 25% مدربين وهنا هيكون عندنا سؤال كلنا لكارلوس كيروش لأن كريستيانو رونالدو مرشع مع محمد صلاح وكارلوس كيروش درب كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال ودربه مع منتشاستر نايتد وكمان ابن بلد وابن البرتغال فهلا هيدي صوت رقم واحد لمحمد صلاح ولا كريستيانو رونالدو 25% اللاعبين كابتن المنتخبات وهنا هيكون عندنا أن محمد صلاح ما ينفعش يدي نفسه لأنه كابتن منتخب مصر فنفسي ساعتها الاتحاد يخلي كابتن آخر زي عمر السلية مثلا هو اللي يكتب اسم محمد صلاح ما يكونش محمد صلاح هو الكابتن و25% صحفيين نفسي أن محمد صلاح فيها وكلنا طوع أعتقد هو كمان يستحق محمد صلاح حتى لو ما خدش البلندور أعتقد يكون من أفضل اللاعبين على مستوى العالم إن شاء الله محمد صلاح يعني يستمر وكلنا أمال مش في محمد صلاح بس كمان في منتخبنا القوم إن شاء الله اللي ظهر بصورة أكثر من رائعة أمام المنتخب السوداني إنه بإذن الله يكون طبعا موجود في المبرنة هي في بطولة الأفريقية وكمان نسعد كلنا بوصوله كاس العالم 2022